في درامو الحكم لمبتي الجنوب أفريقي الغاني أصلي الاتحاد الدولي النهاردة قرر إعادة مباراة السنغال وجنوب أفريقي مباراة في 2016 هذا الحكم كان احتسب ضربة جزاء من الخيال لصالح جنوب أفريقي اشتاكت السنغال تقرر دخل في تحيات كبيرة الاتحاد الدولي سبت له في وقت مبكر أنه هذا الحكم مرتشي فاسد فبتروا شطبوا قالوا له ما يتشافش في ملعب لا محل ولا قر ولا أي حاجة بالمناسبة بعد مباراة درامو الشهيرة جدا الاتحاد الأفريقي كان أعلن كده تسريبة أنه هذا الحكم تم إبعاده عن إدارة المباراة لكن بعد كده ظهر وبيلعب مباراة دولية كبيرة جدا فضل موجود درامو دي كانت في 2010 من سبع سنين وكانت من دار باروكنية أيضا وهمية من الأساس ما كانتش دار باروكنية يعني راجل مدد إيده على آخرها عشان يحط الكرة بشكل عجيب جدا والناس مستغربة مش من جنب دماغه ده هي عدد دماغه فطار جبه بإيزه فرد دراعه فرد دراعه على آخره لالله المان اللي معاه على نفس الخط قال له حاجة ولا الحكم سمع كلام حاجة كان قيل له وعمل له أنت عايزه بس حطاه في الجول ما لكش داعه وتقال ساعتها أنه هذا الحكم تم إقصائه وأبعد لكنه فجأة لقناه ولقناه بيلعب سبع سنين كاملة لكن تخيالوا اللعبة دي طلعت الأهلي من سيم فاينل آه آه سيم فاينل هذه ضربة الجزاء الخيالية اللي حسبها على السنغال على السنغال اللي صالح جنوب أفريقيا كرة في رجبة الراجل آه الناس الناس مستغربة المباراة دي من سنة بالزبط من سنة آه آه وإحنا علقنا عليها شوف المهم إنه هو كان ممكن جدا الاتحاد الدولي يتعامل مع المسألة على إنه آه خلطة حاكم آه لكن السنغال اشتاكت وقدرت تثبت وقائع تأكد معها الفيفا إنه فيه أمر فاسد في المسألة وإنه الحاكم احتسب ده بناء على رشوة فتم إقصائه والنهاردة الفيفا بيعلن إعادة هذه المباراة برضو من المرات الأوليلة قوي اللي بس هي يعني الحياة سلف ودين أبو هذا اللامبتي كان مرائب مباراة مصر ومتع زنبابوي وزنبابوي آه اللي لأ عمل فيها تأرير وهو مرائب ضد مصر عشان يعيد المباراة وتتنقل لليون ونخرج من تصفات كاس العالم فأبوه عمل الفعلة وعاد المباراة عشان يرجع للتحاد الدولي يعملها فيه هو بقى ويعيد له المباراة ويشتبه أيوة هم هم تربي يعني بهم ربي تربية كويسة طالع لهم متعصد متعصد ده المباراة اللي تقرر إيقافها اللي تقرر إعادتها من قبل الاتحاد الدولي بس أنا عايزة نوي عشان في ناس كتير هتقول ده يفكرك بإيه لا بيفكرني بجنوب أفريقيا مهو برضو تشاطب وتساجن بيدرس متابلة متابلة بتاع جنوب أفريقيا بص اللي بيجعل أهلي برضو ولو بعد أحيي أصلي إحنا منقول دول مرتشيين بتبقى حاجة فاجة بقول لك أنا طلعت الأواس وهو راجع معي على الطيارة وزمالكاوي حاكم مباراة السوبر قال إخده مني 3-3 دولار عشان يدهل الحاكم قبل الماتش وهو بيضحك وبيطلع لإنسانه وبيهذر معي يعني دي مباراة السوبر أهل وزمالك في جوهانسبيرج يناير 94 فاس فيها الزمالك بجن لأيمن منصور 1-0 والحاكم ارتكب حاجات غريبة جدا محمد يوسف بياخد الكرة من أشرف يوسف بإيده عشان يلعب قوت أم طرده أيوه صح وقف إبراهيم حسن سنة وقف كابتن طارق رحمة الله عليه يعني ده المباراة دي تسببت أن احنا انسحبنا يعني أربع سمع العبناش من أفريق بسبب هذا الحاكم اللي بعدها الاتحاد الأفريقي يتأكد من فساد هذا الحاكم الاتحاد الجنوب أفريقي يبلغ السلطات يتم التسجيل له في وقايع رشوة في جنوب أفريقيا يتم الأبض عليه ويدخل السجن بعد سنوات نفس اللي حصل ليه لم تيبرده الأستاذ محمود معروف كتب حمود قال لك الأهلي وصل للحاكم وعرف عنوانه ده بتاع تاني هتقول لي لا في إيه لا أنه هو الأستاذ محمود تصدى يكتب عنوان الحاكم قال لك اسمه كذا 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 وساكن في الحتة الفليني وساكن في الحتة الفليني وكان بيقولي أن احنا وصلنا له فتقول له الله اللي عارف عنوانه هو اللي يروح له احنا ما نعرفش عنوان بتقال كنت معاه مرة على الهوى فتقول له يا كابتن محمود هو احنا عارفين عنوان ده انت اللي كاتب العنوان كان منشطة الأهرام الرياضي ساعتها واسموله طيب كابتن سيد كان بيسهل من شوية على شروط القيد اتحاد الكرة بيختر الآله بشروط ونظام الدور الجديد اختر اتحاد الكرة النادي الآله بشروط ونظام الموسم الجديد من مسابقة الدور الممتاز حمل الخطاب مجموعة من الاشتراطات والتعليمات الخاصة بالموسم الجديد ابرزها عدد المسموح لهم بالتواجد في الملعب الكلام بقى التنظيمي بكل مباراة والمصرح لهم بدخول الملعب في حالة اقامة المباريات بدون جمهور وكذلك الامور المتعلقة بألوان ملابس كل فريق والتزام كل نادب بتجهيز ملعب مبارياته بشكل مناسب واجتمل الخطاب ايضا على اختار الاندية بقيمة الغرامات والعقوبات الخاصة بلائحة لجنة المسابقات وغيرها من الامور التنظيمية المتعلقة بالمسابقة لكن النقطة المهمة اللي كابتن سيد عب حفيز اثارها واللي احنا بنحاول فريق الاعداد يتواصل مع مسؤول اتحاد الكرة عشان يجاوبونا على نقطة مهمة انتو قلتو اربعة اجانب كويس اربعة في الثمنتاشر هلا اربعة وثلاثة في الملعب ولا ثلاثة في الثمنتاشر هو سأل بسيط ولما تقول لي ثلاثة بس في الملعب طب الرابع ده اللي انت مش هتلعبه اولا ده اجنبي بيقبط بالدولار استاذ ابراهيم قلناها دي مش عايز انتعارف احنا بنتوجس افرد انه قال لك هو كده اربعة في الثمنتاشر اما يقول لنا كده وكابتن سيد يعني كررها اكتر من مرة واخد بالك قال لك طب انت هتخليني ليه مش يستنى ما الاول يقول لنا يعني احنا هنقعد طول الوقت نتوجس اذا قال لنا ثلاثة في الثمنتاشر نبتدي نقول لك طب انت خلتنا اشتئر الرابع ليه مش انت اللي قلت اشتروا اربعة ثمن منتخبات اهلت رسميا لكأس العالم عشرين تمنتاشر في روسيا ويا رب يكون منتخبنا له النصيب باذن الله نجح المنتخب السعودي الاخضر في التأهل للمرة الخامسة في تاريخ المملكة بعد غيابه على النسختين الاخيرتين في جنوب افريقيا عشرين عشرة وفي البرازيل عشرين اربعة عشر المنتخب السعودي زي ما تبعتوا حضراتكم قبل ايام فاز على اليابان واحد صفر امس الاول انا مش فاهم دي كانت في الجولة الاخيرة من التصفيات الاسيوية فيما كانت تعادل مع اوزباكستان كافيا ليضمن التأهل الكوري في كأس العالم في حاجة مش فاهمة عايزة فاهم لما السعودياء لعبت اليابان كانت اليابان تأهلت اليابان كانت تأهلت يعني ترعب الماتش تحصيل حال بزبط ثم هو كويس طبعا يعني اذا التواني ليهم فرص بزبط القائمة اللي ضمنت تأهلها الى منديار روسيا من اسيا السعودية وايران واليابان وكوريا الجنوبية من اوروبا روسيا وبلجيكا ومن امريكا الجنوبية البرازيل ومن امريكا الشمالية والكريبي المكسيك المنتخب السوري لسه عنده ملحق لكن ان شاء الله يتمكن المنتخب السوري الشقيق من تفطي هذا الأمر الصعب والله سوريا تعمل معجزة بفريق السوري صحيح لما لعبتها تبقى ملء الأعين والأبصار منتخبها بحقق نتائج مبهرة عنده فرصة ده لو راح كسل عالم يعيني العزف فهمه بقى هو بياخده أول تاني في أسيا وأول بس في أفريقيا لا ما هي حسب المجموعات لكن سوريا راح تلعب ملحق لأنا بتكلم على اليابان والسعودية اليابان يعني بياخده أول وتاني وأحسن تولد أسيا مجموعتين مش خمسة مجموعتين اتنين طب ياخدوا أول وتاني وأول وتاني وبعدين التوالد يلعبوا ملحق بالزبط تمام عموما المنتخب السوري هيلعب الملحق مع أستراليا ونتمنى بإذن الله تعالى أنه يحقق المعجزة لأنه اللي بيحصل فعلا من السوريين إعجاز حقيقي في كرة القدم بلد في هذا الظرف الصعب جدا ملقاسي جدا والدامي بشكل مروع ومع هذا لسه بيلعبوا كرة ودوريه ممتازم بيقربوا من التأهل لكأس العالم كمان عموما 8 أكتوبر استطلاع هلال المنديال هنروح إلى الفصل